وحيداً كالقطرة، جميعاً كالأمطار لم يكن عبثاً أن وسم ديوانه بهذا العنوان إنه الصحفي الاستقصائي محمد عبد العبسي الذي وقف وحيداً كقطرة يتيمة في وجه طفان الفساد وكان جميعاً كالأمطار وهو يتخذ من حقوق الناس هماً وقضية ليدافع عن حق الجميع تمر ذكرى رحيله الثانية التي تصادف الواحد والعشرين من ديسمبر بصمت موحش لا يخلو من ما أصاب البلد برمته أنقض العام الثاني من عمر الجريمة وملف القضية لا يزال في أروقة إدارة مكافحة الجرائم بالعاصمة صنعاء يقول متابعون إن إدارة البحث الجنائي الخاضعة لسلطة الميليشيا لم تكتفي بغض الطرف عن العبث الذي طال ملف القضية وإخفاء التقارير والأدلة الرسمية المؤكدة للجريمة بل إنها سعت لدفن ملف القضية في مهدها واحتجازه في أدراجها وإعاقة كافة إجراءاتها منذ عامين كاملين ناهيك عن حرمانها لأسرة الصحفي في الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية لتنتهي قضية تصفية الصحفي العبسي كغيرها من القضايا التي قيدت ضد مجهول تقول الوثيقة هذه التي حملت شكوى ورثة الشهيد الصحفي ضد نيابة البحث الجنائي بأمانة العاصمة إن هناك قصوراً واختلالات متعمدة وغير مبررة تحول دون تنفيذ إجراءات جدية في استمرار التحقيق كانت الأدلة الجنائية والمخبرية قد أثبتت أسباب وفاة الصحفي العبسي بالتسمم والاختناق بغاز أول إكسودي الكربون كانت جريمة قتل واضحة ولكن ظل مرتكبها مجهولاً خاض العبسي معركة حقيقية ضد الفساد وكشف العديد من صفقات نهب المال العام واستدم مع العديد من رموز الفساد وتعرض للتهديد كثيراً بالتصفية فكان اغتياله رمزاً لعصر غياب الدولة وسيادة التوحش والعنف وغياب القانون كان حينها قد أنهار كل شيء وسيطر القتلة على كل شيء أيضاً تكتب شقيقته على صفحتها في الفيسبوك بقى يوم واحد لتتم عامك الثاني وما زال الغموض يغطي قضية مقتله التي تكاد تكون واضحة ومكشوفة للجميع الصحفي محمد دفع حياته ثمناً للحقيقة فهل انتصر له الوطن؟ أم ماتت الحقوق وانتصر أباطرة الفساد باغتياله وطي صفحات ضحايا الحقيقة؟